بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هناك اعتراض من بعض الأخوة حول ما قلت بأن أهل السنة يقولون بحكومة الحديث على القرآن أو بهيمنة الحديث على القرآن اعتراض من الأخ اسماعيل يقول أرجو من الأستاذ أحمد الكاتب اللا يفتري على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فلا أحد يقول أن الحديث يهيمن على القرآن فهذا قول لا يمكن لمسلم عادي أن يقوله فكيف يقوله إمام كابن حنبل ويشاركه هذا الاعتراض الأخ محمد الحفار يقول رغم أنه يقول كثيرا من الصواب يقصد أحمد الكاتب يعني لكنه يقول عن ابن حنبل كلاما مرسلا دون شاهد لم يقول أحد بأن الحديث مهيمن على القرآن بل يقولون بأنها مفسرة للغامض منه مقيدة لمطلقه وابن حنبل حفظ ابنه آلاف الأحاديث ثم طلب منه نسيانها والأخذ بما خالفها كونها موضوع هذا الحديث كنت أنها قد تطرقت إليه في حلاقة سابقة ولكن يبدو أن بعض الأخوة يعني لا يتابعون الأحاديث القديمة وتفضلون يعني مناقشة ما يطرح أمامهم فقط ومن دون مراجعة حتى المصادر السنية أو مصادر لمحل الموضوع أنا هذا كاتب الموضوع يعني في صفحتين ثلاثة هذه أربع صفحات في كتابي تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية تحدثت عن جذور المذهب السني وقلت أن مفهوم السنة عندهم يعني الحديث وليس السنة العملية فقط إنما الأحاديث ولذلك يشتهروا بأهل السنة لأنهم أهل الحديث أهل الحديث صاروا أهل السنة أهل الحديث يعني بتوسع وهذا قادهم إلى هذا أصل من أصول المذهب السني والأصل الآخر هو أصل الإجمع الذي تفرع عن أصل الحديث هذا حديث طويل يعني أنا بحثت الفكر السياسي السني عموما وأصول المذهب السني وقلت في نهاية الكتاب بأن أهل السنة اليوم ربما شهدوا تطورا كبيرا في هذا المجال وبالذات في موضوع السلطة والخلافة والحكم أنه اتجهوا نحو خلافة ديمقراطية وليست خلافة شخصية وهذا أهم شيء في المذهب السني بحقيقة وكذلك في المذهب الشيعي موضوع السلطة والخلافة يعني والحكم والبقية كلها تفاريع تفاريع بسيطة ولكن كيف قام الفكر السياسي السني قام على هذين الأصلين على الأحاديث وعلى أصل الإجمع وهذا حديث واسع يعني ليس قصدنا الآن أتطرق له وإنما أود الحديث أجيب الأخوين إسماعيل ومحمد الحفار عن موضوع السنة تحكم أو تهيمن على القرآن ومصادقها الخارجية التي لا يزالون يعملون بها حتى اليوم مشكلة موية مشكلة نظرية أو أصولية مثلا في التاريخ من كان يقول كذا ومن لا يقول كذا المشكلة أنه كثير من الفتاوى تصدر هذه الأيام وتنظم الواقع السني السياسي والاجتماعي ربما بهذه الأحاديث التي تنسف القرآن مو فقط تحكم القرآن تنسف القرآن وتلغي القرآن وإذا كان الأخوان إسماعيل عواد ومحمد الحفار يستنكرون هذا القول ويتعجبون فأنا أشكرهم على ذلك في الحقيقة لأنه يعني هذا يعبر عن ثقافة متطورة جدا وهم يرفضون هذا الشيء يقول لا أحد من المسلمين يقول ذلك طيب أنا أتفق معكم ربما الآن أنتم ما تعتقدون ولكن هذا ليس رأي أهل السنة أنتم الآن ربما أصبحتوا معتزلة وأصبحتوا مثلا ناس متطورين لا تتمسكون بهذا المذهب ولكن راجعوا الأحكام اللي الشيوخ يفتون بيها وأعطوني موقف من عدها هل أنتم تقولون مثلا برضاعة الكبير اللي هو حديث ضد القرآن أو تقولون بالحمل أربع سنين خمس سنين كما عفت بعض الشيوخ الأزهر اللي هو أيضا ضد القرآن أو تفتون بطاعة الحاكم الظالم الفاسق الفاجر هذا أيضا ضد القرآن أيضا تقولون بذلك أو لا تقولون يعني شوفوا المصادق عملية التطبيق الخارجي لهذا المبدأ الأصولي أن السنة تحكم القرآن ولماذا قال أهل السنة بذلك قديما الآن خنشوف أنا كلامي مرسل طبعا أنا في الحديث ضمن أحاديث معينة قد يعني تجي فكرة معينة وأقولها بصورة مرسلة يعني بصورة غير مثبت دقيقا ولكني قد بحثتها وتحدثت عنها بصورة دقيقة سابقا وإذا أحد يحب يسأل سؤال فأهلا وسهلا بي وأنا مستعد أن أجاوبه إن شاء الله خلي نشوف الآن يعني هي صفحات قليلة أكره لكم إياها موثقة بالصفحات والكتب والأسماء بينما كان أهل الرأي يعتبرون القرآن المصدر الأول مقابل أهل السنة اللي يسمون أهل البدعة هم ذولا يعني يعتبرون القرآن المصدر الأول الأساس للتشريع في الإسلام ويرفضون تخصيص أموم القرآن بأخبار الأحاد آيات عامة تجي تنفسها يعني تفشها للأحاد بعد ما يبقى بها أي معنى عندما تخصصها ببعض الأحاديث بينما كان أهل الرأي يفعلون ذلك كان أهل الحديث يضعون أخبار الأحاد في موازات القرآن أو أعلى منه وذلك لأنهم نظروا إلى السنة يعني الحديث باعتبارها نصا مكافئا للقرآن موازي للقرآن من حيث وجوب العمل بكلهما فهما معا جزآن أو قسمان كلاهما يتمم الآخر ويجمعهما معا اسم النصوص الموحى بها يقولون كلها نصوص موحى بها والتي يرجع عليها أولا في إثبات أحكام الشريعة وحسب ما يقول الإمام الغزالي في كتاب المستصفى أن الكل من عند الله إن كلام الله تعرفوني أمام الغزالي هو يعتبر الإمام الثالث في البناء الفكر السني بعد الإمام أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعر يجي الإمام الغزالي إن كلام الله واحد وليس بكلامين أحدهما قرآن والآخر ليس بقرآن حديث نبوي الاختلاف بينهما بالعبارة فقط ومو بالقيمة السندية القرآن مثلا متوتر والحديث خبر أحد ضعيف قد يكون فذول ماكو فرق بيناتهم هم كلهم قيمة واحدة أجهما الاختلاف بينهما بالعبارة فقط ذيك عبارة لطيفة حلوة بلاغية وهذا عبارة عادية فربما عبر الله بكلامه بلفظ منظوم يأمرنا بتلاوته فيسمى قرآن وربما عبر بلفظ غير منظوم فيسمى سنة شوفوا شكرا يبسط الأمور إلى أي درجة والكل مسموع من الله وإن الناس هو الله في كل حال فإذا إجه الحديث ونسخ القرآن فهو الله نسخ القرآن ما في فرق بين القرآن ينسخ القرآن أو السنة تنسخ القرآن كل واحد هذا يقوله في يعني مشور عنه بينقل أحد الكتاب إبراهيم فوزي في تدوين السنة سبحان 122 أو كما يقول القاضي عبد الجبار ياسين هذا معاصر هو يقول فإن الفقه السلفي كان يعتبر السنة في مرتبة القرآن وهذا أول مقام به الإمام الشافعي بالحقيقة ساوى بين السنة وبين الحديث فكلاهما وحي ألقيه في روع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فإذا حدث تعارض ظاهري بين نص سني ونص قرآني سني يعني حديث وجب أن تجرى عليه القواعد التي يتم بها رفع التعارض بين نصين قرآنيين حيث لا فرق بين هذين الضربين من التعارض ومن بين هذه القواعد تخصيص العام أو تقييد المطلق أو حمل الخاص على العام أو حمل المطلق على المقيد وذلك على العكس بموقف الإمام أبي حنيفة الذي كان يرى أن عام القرآن قطعي وأن أخبار الآحات ظنية ومن ثم فليس لهذه الأخبار أن تخصص عام القرآن ولذلك كان يعرض الحديث على أصول الدين على أصول القرآن عفوا وقوانين العقل الكلية شوفوا منهجين يعني منهج أهل الرأي الإمام أبو حنيفة ومنهج أحمد بن حمل اللي هو صال أهل السنة وغلب وطغع بعدي وأن أخبار الأحاد تملك صلاحية تخصيص العام الوارد في القرآن لأن دلالة العام في القرآن ظنية وليست قطعية في دخول أفراد العام جميعا في معنى العموم فيمكن بالحديث نحن نخصص هذا القرآن وبالتالي فإن أخبار الأحاد يمكن أن تخصص أموم القرآن من منطلق أن الظني يملك صلاحية تخصيص الظني طيب هنا في درجتين مختلفتين في ظني قطعية صدور في ظني ظني دبل ظني يعني ظني الصدور وبلغ التطرف لدى بعض أهل الحديث شأوا بعيدا بوضعهم أخبار الأحاد في منزلة أعلى من القرآن وذلك بقولهم إن السنة حاكمة على القرآن وإنها تخصص أموم القرآن ولو كانت أخبار أحد في حين لا يعارض القرآن الأحاديث ولا يخصصها ولذلك رفض الإمام أبو بكر الآجري معارضة الأحاديث بالقرآن قالوا شنها البدع المطلعيها تجيبون الأحاديث تعرضوها بالقرآن وإذا عرضت القرآن تشقط لا خلص تأخذون فيها وأنكر ذلك وحذر منه أشد التحذير وهذا الآجري وضع بابا خاصا في كتابه الشريعة هو باب التحذير باب في التحذير من طوائف من المسلمين يعني تعارض سنن النبي بكتاب الله يعني تعرضها عليه وشدة الإنكار عليهم هذا ألوان الباب مالت بالكتاب واستشهد بقول لسعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله فقال رجل أن الله قال في كتابه كذا وكذا فقال لا أراك تعارض حديث رسول الله بكتاب الله رسول الله أعلم بكتاب الله خلص هو ده يتكلم بعد عارض الحديث يعارض القرآن ما يقول إذا الحديث جاء ضعيف لا خلص هذا الحديث كان مية بمية صدر عن النبي مثل مع القرآن وردنا عن النبي مية بالمية فالحديث هم نفس الشيء فإذن ما في فرق الحديث يجي خصص القرآن الآجري الشريعة صفحة 51 واعتبر من يقول به من يعارض الأحاديث بالقرآن خارجا عن ملة الإسلام وداخلا في ملة الملحدين هذا الصفحة 46 وصفحة 54 من كتاب الشريعة 46 و54 واشتهر اشتهر عن يحيى بن كثير قوله السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاض على السنة سنة أقوى من الكتاب يعني هذا أيضا رواه الدارمي في سننه باب السنة باب السنة قاضية على كتاب الله جزء واحة صفحة 117 وابن عبدالبر في كتاب جامع بيان الألم جزء الثاني صفحة 191 ورواه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة رقم 49 صفحة 114 والهاروي في ذنب الكلام رقم 211 وابن بطة في الإبانة الكبرى باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله رقم 88 و89 والحازمي في الاعتبار صفحة 53 والخطيب في الكفاية صفحة 14 وأورده السيوطي في مفتاح الجنة صفحة 73 وبنكتبها في تأويل مختلف الحديث صفحة 59 شو ألا ما السنة يعني كلهم يذكرون هذا القول ويأخذون فيه هذا يحيى ابن كثير يعني وقال الإمام البربهاري هذا في القرن الرابع كان إن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن هذا أيضا البربهاري شرح السنة صفحة 33 وعندما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن معنى قول السنة قاضية على الكتاب شنو معناته الكلام ما تفسيره تردد وقال ما أجرأ على هذا أن أقول كلام كل صعب هذا لكن السنة تفسر القرآن ولا ينسخ القرآن إلا القرآن ما ينسخ تماما أما يضيق الأموم يحدد يخصص هذا ممكن يعني ولكن ابنه عبدالله قال سألت أبي أتقول في السنة تقضي على كتاب الله قال قد قال ذلك قوم منهم مقحول والزهري يعني أكو ناس يقولون هذا الشكل يعني كأنه يعني يريد مين إلي يعني قلت لأبي فما تقول أنت قال أقول أن السنة تدل على معنى الكتاب ما يقول أنه تقضي على الكتاب تدل على معنى الكتاب بالتالي كلام وكان جواب أحمد هذا السنة تدل على الكتاب في الحقيقة غامضا يعني شنو السنة تدل على الكتاب يعني إذا نسخت أو طيرت أو قلصت أو خصصت أو قيدت يعني شنو ناخذ بالسنة ونعيه في الكتاب ولا ننتزم بالكتاب ونعيه في السنة تشوفوا الإمام يديه يتهرب شوية ولذلك ترك الباب مفتوحا أمام أبي عمر بن عبدالبر ليفسر قوله يجي ذاك يفسر قال شنو يقصد الإمام أحمد قال يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه هذا معنى كلامه أي بما ينسج مع نظرية يحيى بن كثير والتي تحرج الإمام أحمد من البوح بها بصراحة كتاب المروزي أبو عبدالله محمد بن نصر السنة صفحة 107 اذكر هذا الكلام وقد أكد المحدث المعاصر ناصر الدين الألباني مقولة السنة حاكم على كتاب الله وقال يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا شافيش لونه يعني من قديم إلى الآن نستمرين نفس الفكرة وفي الحقيقة عندما يقبل أهل السنة بتخصيص عام القرآن وتقييد مطلقه بأخبار الأحاد فإنهم إنما يقومون بنسخ الكتاب القطعي القطعي صدور بالأحاديث الظنية إذ أن مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة هكذا كان يفسرون النسخ يعني إما رفع الحكم بجملته وأيضا رفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة أخرى يعني رفع الأموم رفع هذا الإطلاق إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه كما يقول ابن القيم هذا كلام ابن القيم يقول هذا النسخ معناته هذا في عرفهم في منطقهم في كلامهم وإذن فهم ينسخون القرآن بالحديث أنا نسيت أذكركم مصدر الألباني منزلت السنة في الإسلام صفحة 21 و22 يقول كلام هذا وبناء على هذه القاعدة الآن شوف تطبيقات الخارجية الخطيرة وبناء على هذه القاعدة السنة حاكمة على الكتاب قال أهل السنة بصحة حديث حذيفة تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع تقول فاسمع وأطع وقاله بوجوب طاعة الحاكم الظالم الفاسق رغم التناقض ذلك مع القرآن الكريم الذي يأمر بالعدل في أكثر من موضع وينها عن طاعة الفاسقين والظالمين حيث خصصوا أموم القرآن بذلك الحديث خصصوا يعني ينصفوا يعني بالحقيقة واستثنوا الحكام من الأمر بالعدل كان الحكام مو شرط يعدلون يعني خلي يكون حاكم ظالم فاسق كما قالوا بصحة حديث رضاعة الكبير وهو الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة مو قصدا نجيب الآن وفسروا بعضهم بالرضاعة عبر الإناء لأنه لم تكن محرما له وحد أمر محرم عليه حرام يشوفها المرة يجي يرضع معدها بعضهم في السرور يتحلب بالغلاس مثلا ويجيب له وبعضهم قال لا وأجاز ابن تيمية وأبن القيم والألباني ذلك للحاجة لا رضاعة مباشرة حتى وإن كانت الرضاعة من الثدي مباشرة وقال ابن تيمية إن ذلك رخصة لمن كان ظروفه مثل سالم أي واحد مثل سالم أيضا مو بس خاص بسالم الحديث وتبعا لذلك قال الشيخ ناصر ابن سليمان العمر وهذا الشيخ موجود لأزال بالسعودية يجوز رضاعة الكبير إذا وجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وسالم وهذا هو الراجح فإذا وجدت لألة وجد الحكم ولا دليل عن الخصوصية أنه فقط حديث مختص بسالم شوفوا شلون انحراف يصير عن القرآن وعن المبادئ الأولية بالقرآن اللي هو النظر ميجوز اللمس ميجوز فكيف يجي واحد يرضع خمس رضاعات مشبعات لازم ومو بس مصة وحده ويروح هذا عن الموقع الأنترنت معلته وأصدر الدكتورة عزة عطية ذا تذكرون قبل عشر سنوات تقريبا رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بتاريخ 16-5-2007 فتوى بجواز إرضاع المرأة المسلمة لزميلها في العمل كحل للخلوة المحرمة بينهما أسأل الخلوة أشوى من الرضاعة يعني هذا خلوة وفقها بعد مقاربة للزنا يعني مبينا أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة مو بالغلاس وليس بشر بحليب المرأة التي سترضعه في كأس وقال أن إرضاع الكبير يضع حل لمشكلة الخلوة ولا يحرم النكاح تبعا لرأي الليث ابن سعد مؤكدا أن المرأة في العمل يمكنها تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته ولكن جمهور أهل السنة مصطلح العام اليوم وخاصة من أهل الرأي رفضوا العمل بهذا الحديث وشككوا بصحته وبعد أدنى الحمل سنتين وثلاثة واربعة وخمسة وسبعة يعني كثير من ألماء السنة لا يزالون حتى اليوم يقولون بذلك والمفتين بالأزهر يصرحون علىنا بالتلفزيون أنه جوز مرت هذا يعني هنا القرآن وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الرضاعة كلها تيم يعني خلال هالثلاثين شهر هذلك يسوي لها سنتين ثلاثة الحمل يصير سنتين ثلاثة أربعة خمسة هذا الخلل في التشريع عند أهل السنة ناتج من أين ناتج من هذا الأصل أو هذا المبدأ الأصولي الذي يقول بنسخ أو السنة حاكمة على القرآن السنة قاضية على القرآن السنة مهمة على القرآن وإذا كان الأخوان إسماعيل والأخ محمد يستنكرون هذا الكلام فإن شاء الله أشكرهم على ذلك وما يتهمون أحمد الكاتب أحمد الكاتب هذا الموضوع خلي يراجعون المصادر السنية والكتب الأصول والحديث وشوفون شون المسألة ثم يجون يقولون أن أحمد الكاتب افترع على الإمام أحمد بن حنبي أو على أهل السنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر